اتجربتي بقى قبل كده انك تسلق اللحمة المفرومة في المية المغلية عايزة اقولك ان هي فكرة حلوة جدا وعايزة اقولك كمانين انت بعد ما اتجربيها هتقولي النفسك كانت فاني الفكرة الفوزيعة دي من زمان يلا بينا بقى نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي ازاي بس ياريت في الاول ما تبخلوش على الفيديو بلايك وكمان تعليق برأيكم في الوصفة في الاول بقى كده معنا بصلوية فرمينها ناعم في الكبة وكمان مصفينها من المية كويس جدا ضروري البصلة لازم تصفوها من المية علشان اللحمة ما تفكش معنا هنضيف كمان نص كيلو من اللحمة المفرومة وكمان نص كباية من البقصمات المطحون وهنضيف بقى معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة فلفل اسود نص معلقة صغيرة سبع بهرات وهنضيف كمان معلقة صغيرة من البابريكا اهم حاجة بقى ان احنا نخلطهم كويس مع بعض يعني بايدك كده اعجينيهم كده زي ما بيقولوا اهم حاجة لميهم كويس جدا بحيث ان المكونات تمتازج مع بعضها كويس جدا طيب بالنسبة للبقصمات اللي هو يبنات الخبز الناشف المطحون هناخد بقى اللحمة كده بعد ما عجلناها مع بعض كويس او المكونات عجلناها مع بعض هناخد كده قطعة من العجين ونبدأ نكورها بين ايدينا كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ضغط عليها كده وانتوا بتكورها في ايدك وبعد كده هنضغط عليها ضغطة خفيفة انا عايزها يكون دايرة يكون حجمها وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه اهم حاجة لازم نساوي الاطراف بتاعتها كويس علشان اللحمة ما تفكش معنا ما شاء الله النص كيلو من اللحمة المفرومة طلعلي كمية كتيرة شايفيني كمية شكلها عامل ازاي يعني تحس كده ان هي كمية حلوة كده ولو وصلنا بقى مع بعض في الفيديو لحد الوقت ياريت بس كده لو نصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد تعالوا بقى بعد كده نجيب بقى طوصة فيها مية مغلية هنحط عليها زي معلقة صغيرة من الملح وبعد كده بقى هنوزع عليها اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها زي ايه دوائر صغيرة وبصوا بقى النار زي ما قلت لكم تكون وسط وهنا بقى هنسيب اللحمة دي من دقيقة واحدة لاتنين دقيقة مش هنقطر اكتر من كده اول لما لون هيتغير معانا على طول بنخرج اللحمة المفرومة وهنبدأ بقى نحطها على مصفة او طبق بحيس ان هي ايه تتصفى من اي مية زيادة موجودة فيها وطبعا هنحط برضو الكمية التانية ويدوبك زي ما قلت لكم دي او اتنين بكتير قوي ونبدأ نخرج اللحمة ونحطها مثلا كده على طبق ونركنها بقى على جنب الحد ما بنجهز الخطوة التانية ما تقلقوش خالص اللحمة هتبقى كويسة جدا في الاخر وهتتفاجئ بجد بالنتيجة تعالوا بقى كده نجيب طوصة صغيرة ونحط فيها مكعب من الزبدة عليهم كمان معلقتين كبار من الزيت عليهم كده حوالي 3 فصوص من التوم وهنقلبهم بقى كويس مع بعض لحد مريحة التوم تظهر معنا هنضيف بعد كده عليهم 3 حبات من الطماطم بشرونهم ناعم وهنضيف بقى كده عليهم شوية من الملح وكمان شوية من الفلفل الاسود ولو عندك بقى كده شوية برضو من السبع بهورات هيبقوا حلوين جدا على شوية من البابريكا على رشة صغيرة من الزعتر وكمان رشة من السكر عشان الحمودة بتاعة الطماطم حابة اضيف كده معلقة صغيرة من السلسة المعلبة على حسب راحتك هنقلبهم بقى كويس مع بعض وعلى نار بقى هدية هنسيب الطماطم لحد ما تبدأ تتسبك معنا اهم حاجة عايزة الطماطم ما تتسبكش قوي يعني يبقى فيها كده شوية من الصوص اللي بيبقى موجود فيها كده خلاص الطماطم بقت جاهزة معنا هناخدها ونركنها على جنب وتعالوا بقى نجهز الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان انا بجيب بولة واسعة احط فيها اتنين بيضة وتقدر تستخدمي بيضة واحدة بس بس ما شاء الله كمية اللحم المفرومة معايا كتيرا فاستخدمت هنا اتنين بيضة عليهم شوية صغيرين من الملح شوية صغيرين من الفلفل الاسود وكمان نصف كباية من الحليب وخلطوهم كويس مع بعض ودلوقت بقى هجيب كباية لربع من الديق تبكزوا معايا كباية الى ربع من الديق هنزل كده بالديق بالتدريج يعني بنزل شوية بشوية شوية بشوية شوية واقلب لحد ما يكون معايا القوام اخف من قوام الكيك اهم حاجة القوام يكون معايا ايه خفيف شوية ما يكونش تقيل معنا خالص علشان نعرف نحرك فيه اللحمة وطبعا ضفت معاهم كده شوية من البابريكا وده طبعا القوام اللي احنا عايزينه تعالوا بقى نجيب تواصع على نار عالية حطينا فيها الزيت واول لما الزيت سخن معانا هنخلي النار وسط وجبنا بقى قطع اللحمة المفرومة وحطيناها في الخليط بتاع البيت ويا دوبك بقى هنا بنجيب القطع بتاعت اللحمة نحطها في الخليط بتاع البيت يدوبك بس كده بنحركها من فوق لتحت وعلى طول بنصفيها من السويل اللي موجودة فيها ونحطها بقى في الزيت وزي ما قلت لكم يا بنات النار وسط او اقل من وسط علشان اللحمة تستوه معاني جدا اهو حطينا برضو قطعه حطيناها في الخليط السائل ويا دوبك بنحركها بس من فوق لتحت اللحمة يعني بنحركها في الخليط السائل علشان تتشرب منه وعلشان تجيلي في الآخر الشكل اللي انتو هتشوفوه هعمل بقى كل الكمية وحطها في الطوصة وزي ما قلت لكم النار وسط واول لما اللحمة تبدأ تاخد معايا لون من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية انا عايزاها تاخد اللون الدهب الجميل اللي انتو شايفينه وطبعا هنا اللي بتاع حوالي مرتين تلاتة لحد ما اخدت اللون الدهب الجميل اللي انتو شايفينه دا على طول بقى دلوقتي هنبدأ نخرجها يئما هتخرجيها على منادي المطبخ يئما تحطيها على مصفة تصفي اي زيت زيادة موجود فيها طبعا ما شاء الله واغد اللون جميل جدا وعايز اقول لكم بقى طعمها رهيب ورحتها بجد يعني ان هي قلبة الشقة كلها مش عايز اقول لكم طبعا العمارة كلها بس فعلا كترحتها حلوة جدا 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 شايفين طبعا شكلها عامل ازاي وطبعا هنحمر الكمية التانية من اللحمة المفرومة بنفس الطريقة ان انا بحطها في الخليط السائل وببدأ بعد كده على طول مباشرة احطها في الزيت وطبعا زي ما قلت لكم الزيت او النور لازم تكون وصلت معنا علشان نضمن ان اللحمة تستوى معنا كويس جدا يلا بقى اقول لكم ازاي هنقدمها بنجيب طبق كبير نحط فيه علبة من الزبادي يعني حوالي معلقتين كبار من الزبادي عليهم فصين من الثوم المهروسين وهخلطهم كويس مع بعض الخطوة بتاعت الزبادي دي اختياري بس عايز اقول لكم بتدي طعم حلوة اوي 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 او تستعالي اوي مع سوس الطماطم خلطناهم كويس مع بعض ووزعنا الزبادي بالشكل اللي انتوا شايفينه وهنجيب بقى سوس الطماطم اللي احنا كنا عملناه في الاول وهنبدأ نحطه على الزبادي بالشكل ده وهنبدأ بقى نوزحهم مع بعض عايز اقول لكم بقى سوس الطماطم مع الزبادي زي ما قلت لكم بيده تستعالي جدا وطعم حلوة اوي مميز جدا وهناخد بقى كده كرات اللحمة نبدأ نوزحها في الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه او بالشكل اللي انتوا عايزينه بس عايز اقولك بجد 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 الاكلة دي حلوة جدا هتعجبك اوي وعايز اقول لكم طبعا ان انتوا تقدروا تاكلوها جنب مقارونة بس انا بالنسبة لي جبت عيش كايزر وعملتها كده زي سندوت شات البرجر كانت جميلة جدا 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 وكان طعمها حلوة اوي شايفين بس شكلها عامل ازاي اظن بس كده شكلها الواحد وكده يفتح النفس تعالوا كمان اطحها مع بعض وطبعا عايز اقولك بتتقدم مع الصص اللي بيبقى موجود فيها ايه وطبعا زي ما انتوا شايفين دلوقتي لما نيجي نقطحها هتلاقوها مستوية جدا واللحمة كده دايبة وطعمها رهيب اوي وطبعا بقى برأيكم الوصفة دي تستحق كام على العشرة طبعا سيبولي اراءكم تحت في الكومنتيات وقولولي كمان محتاجيني ان شاء الله الايام الجاية الفيديوهات تكون صامت ولا بصوتي لان بصراحة بيجيلي تعليقات كتيرة اوي يا موليلي خلي الفيديوهات صامت بس انا طبعا بحب اسمع اراءكم لان دايما اراءكم وتعليقاتكم هي اللي بتكون صح وتبقى طبعا بتخليني يعني اعتمد اوامشي على الطريق الصح طبعا تعالوا بقى هنا كمان زيينها كده بشوية من البقدونس وزي ما قلتلك تقدري تقدري تقدميها جنب طبق مقارونا او تعمليها مع سندويتشات قيزر بيبقى طعامها جميل ومميز قوي لايك بقى لو عجبكم الفيديو وربنا يحسن ما بين ايديكم وبالفة هنا وشفة وهقول لكم تاني يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك وتعليق منكم باي باي